تواصل الدولة جهودها الدقوبة لدعم ذوي الهمم باعتبارهم شراكاء أساسيين في نسيق الوطن وفاعلين في مجالات التنمية المختلفة ومن هذا المنطلق يشارك أو يشارك 104 عارضين من ذوي الهمم في معارض تراثنا 2022 الذي يقام في التاسع من أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس السيسي يأتي ذلك في إطار مساهمة جهاز تنمية المشروعات في الاستراتيجية الوطنية التي يتبناها الرئيس السيسي من خلال عرض منتجات 15 جمعيات أهلية مخصصة لرعاية دوي الهمم ومرضى سرطان من مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بهم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة